متابعي القناة مرحبا بكم ومعنا في فيديو جديد ما تنسوا اجدعمنا بالاشتراك في القناة واتفعيل الجرس باشتسلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية في متابعة لقضية الإعلامي محمد بغلب اللي تمت البارح نياب العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذينت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة أذينت بالاحتفاظ بالإعلامي محمد بغلب مدة 48 ساعة وذلك على خلفية شيكيا تقدمت بهذا الدهو إمرأة تعمل إطارا ساميا بإحدى الوزارات هناك أدعاءت قالت أن الوزارات هذه تهم وزارة شؤون الدينية وتهم بالخصوص وزير شؤون الدينية لكن البارح تعكرت حالة محمد بغلب وإن أكدت مصادر مطلعة أنه تم مساء يوم الجمعة 22 مارس 2024 نقل الإعلامي محمد بغلب على جناح السرعة إلى أحد مستشويات الضحية الشمالية للعاصمة وذلك بسبب وضعه الصحي الحرج على خلفية الاتهامات التي توجهت لوزير شؤون الدينية انشر النشط السياسي رياض جراد تدوين على موقع التواصل الاجتماعي وينقال فيها لعلاقة لوزير شؤون الدينية أو أي وزير بالشيكاية ضد محمد بغلب على عكس ما ادعاه البعض ولما حله البعض الآخر اليوم في عدد من المنابر الإعلامية الاحتفاظ ببغلب بعد سمعه اليوم كان إثر شيكاية تقدمت بها مواطنة تونسية حرة والتي تمسكت بحقها في التتبع بعد أن تعمد بغلب قذفها والإساءة لها بل بلغ به الأمر حد اتهامها بالفساد الأخلاقي هل هذه أعراض حرائر تونس أصبح حرية تعبير؟ هو عنده عيلة وصغره يشعمل في عيلتها وصغرها هل هذه حرية تعبير؟ طبعا الحقوقين والجمعيات والمنظمات والشخصية النسوية لا بيان لا عريضة طويلة لا حتى تدوينة انتصارا لهذه المرأة المسكينة بل أكثر من ذلك يساندوا في من استباح عرضها على العمياني دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء السؤال عن الأسباب وأصل الملف لكن لأنهم يتهمون تحقيق كسب سياسي وتزيل بعض النقاط في سياق توظيف رخيص وتثبيت سردية موجودة في أذهانهم فقط من قبيل ديكتاتورية واستبداد وضرب للحريات يصبح كل شيء مباح ومتاح ومسموح به مرة أخرى يتأكدوا لي أن معظم هؤلاء الحقوقيين هم في الحقيقة تجار ومنافقين يقبضون ثمن خيانيتهم واصل لراضي إجراد تدوينة وقال يشوفوا لجوه يفرقوا المبدئية المزعومة تضامن الكامل والمطلق مع هذه السيدة الفاضلة التي لا أعرفها ومن خلالها لكل نساء تونس وإن شاء الله تاخذ حقها كامل في سيقنا مقابل عبر النشطة السياسية والمحامية سونية الدهميني عن مسندتها من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي سندت فيها بقوة محمد بغاليب والنشر التدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها الراجل هذا خدمت معه برشة مرات مع مريم بالقاذي في تونس اليوم وفي الحق معك مع حمزة البلومي وتوى مع برهين بسيس في الدنيا زينة منيش أصحاب في الدنيا لنتقابلوا خارج البلاتويت لنشربوا قاوي لا نطلبوا بعضنا بالتاليفون وأكيد أنه هو نفسه ما يعرفش قديش تحبه ونحترمه ومعجبة به معجبة بصدقه وحرافيته وشجاعته حتى إذا كان النجم ما نتفقش معاه في بعض ما ويقفه راجل شجاع في زمن قلت فيه الشجاعة باش ما نقولوش قلت فيه الرجال وكيف كل مرأة مهما كانت قوتها أنا ضعيفة قدام الرجل المضاربي اللي ما يهقش وما يوخرش وما يخافش من اللي قدامه مهما كان وزنه حاولوا يدمروه أكثر من مرة هبته محمد بغاليب عليه شكاياته ومرمدوه قدام المحاكم وقد تعولوا رزقه نقزمنا نكونوا واعين اللي نوعية الرجال هذم هما اللي شدين علينا الباب اللي يهدد فينا وش يبلعنا لكل محمد بغاليب لكي مني كل الاحترام والمساندة اللامشروطة